السلام عليكم الرابع قائب لكم أفضل منتق يحل لكم مشاكل تشغيل السيارة أو أي مشاكل متعلقة بنظام البترول من شركة K2 شركة غنية عن التعريف وحتى سعره ممتاز ريالين ونص فقط طبعا مثل هذه المشكلة أنا عندي في الـ ES لما أتشغل سمعوا كيف؟ هذا تأخير بسيط أحيانا أشد وألعم من كذا فإن شاء الله بحطه في البترول طبعا لازم يكون الخزانة على النص بزيده شوية ريال وبحط هذا المنتق وبتشوفه إن شاء الله بصور لكم كيف النتيقة المهم الرابع حاليا بعد ما زلتها بترول بحط هذا المنتق بهذا الشكل مع البترول تمام؟ حطه كامل بعد إن شاء الله نشوف النتيقة بعد ما صطيناها بالكامل هو فيكم إن شاء الله اللي لاحظت من بعد ما حطيت منظف الإنجكترات حاليا أترام صفر العداد وماشى 100 كيلو فكان على الشرطة ما للنص بالضبط تقدروا تشوفوا هين حاليا ما إن شاء الله صراحة تقريبا تقريبا هذا ما يقع حتى ريالين هذا المسافة اللي نزل منها المسمار مع البترول ما يقع حتى ريالين تقريبا ما إن شاء الله صراحة فرق عالمي حاليا وصلت إلى صحار ونقدر نشوف إن قطعت مسافة 184 كيلو متر بأقل من ربع تانكي ما إن شاء الله صرافية ممتازة قدا قدا لاحظت فرق كبير قدا في الصرافية وعاد إن شاء الله يبقى باكر اختبار التشغيل إن شاء الله على الصباح بصور لكم ونشوف إن شاء الله صباح الخير نشوف التشغيل الصباحي إن شاء الله تكون المشكلة حلت مثل ما تلاحظ السيارة باردة الحرارة تحت تحت بسم الله ما إن شاء الله من رقة سلف الحمد لله